اهلا بكم من جديد ما زلنا نتحدث عن تحالف الجماعيات الحقوقية الذي يطالب بقرار من مجلس الامن اولا لاصدار تعويضات لضحايا الارهاب في مصر ثانيا بوصم قطر بانها دولة رعية للارهاب لكي تتوقف عن دعم الارهاب بشأن وقف دعمه او مساندة اي تنظيمات تقوم باعمال الارهابية طيب وتقديم ما لديها من شخصيات محتجزة عندها مطالبة بها الحكومة المصرية والحكومات العربية ده القانون السياسة بقى بصراحة يعني احنا دلوقتي شايفين معركة سياسية طاحنة بين قطر وبين الدول الاربعة قطر بتستعين بالوقت المتحدة بتستعين بالدول الغربية كتير من الدول الغربية مساند لقطر نتيجة مصالح لوكر بي كان وضع مختلف لوكر بي انت بتكلم على دولة غنية اللي هي ليبيا وبتكلم على دولة ضعيفة وبتكلم عن الضحايا كانوا بريطانيين وأجانب هل يعني مع التظار يعني هل العالم سينظر للمواطن المصري زي ما بينظر للمواطن البريطاني شوفي احنا طبعا مهمتنا ان احنا نلزم العالم به القضايا الاخلاقية انه اذا كان فيه موقف من الارهاب وفيه قرارات دولية ضد الارهاب انا اظن انه لا يمكن يكون فيه تمييز على اساس بقى الجنسية او العركة او كذا النقطة الاولى انه في الحقيقة الارهاب طايل الدول الاوروبية يعني احنا شايفين فرنسا اصبحت بتفرط حل الطوارق يعني ما كانش متصور في يوم الايام عقلا انه ده يحصل في فرنسا بروكسل فيها تفجيرات اسبانيا تم فيها بريطانيا وبالتالي فهي حرض المجتمع الدولي خد فيها قرار واضح جدا بدرودة مكافحة الارهاب لا يمكن احد من كل الدول الغربية دي انه قطر يعني حتى وزير خارجية امريكا اللي واخد موقف مغير شوية لموقف الادارة الامريكية انما يعني بيأكد على درودة ان تتوقف قطر على دعم الارهاب يعني وهو شاف انه في التزام في قطر بانها بالاتفاق اللي عملته بعض الاتفاق امريكية وهو في الحقيقة رغم انه اتفاق بالتزام بعدم دعم الارهاب لكن بيؤكد انه كان هناك صوابق على دعم الارهاب وبالتالي هناك قضية سياسيا يعني نملكها بشكل قوي جدا انه فيه قرارات دولية وفيه تصريحات دولية وفيه على مستوى المخابرات الدولية في امريكا وفي اوروبا انه فيه معارفة بانه قطر تمول الارهاب انا اعظن انه بطريقتين اما انه يعني تؤثر السياسة انه متطلعش قرارات من مجلس الامن او تعطل قرارات من مجلس الامن وبالتالي يكون البديل الضغط على قطر من خلال التفاوض لان تقبل التفاوض حول التلاتاشر مطلب اللي منهم تعويض الضحايا والليه المسألة اللي احنا هدفنا الرئيسي بتطلبوا بكام هل عندكوا رقم بتطلبوا احنا عايزين المساواة مع لوكيربي لوكيربي والضحية الواحدة 10 مليون دولار فاحنا دا التعويض الدولي في مثل هذه المسألة في الكام احنا عندنا كام ضحية تقريبا احنا رقم دوقتي حوالي 1700 1700 ضحية عندكوا اثبات ان 1700 دول بتدخلات قطرية ولا ممكن يكون بقى جماعات ارهابية اخرى معقول جماعات كثيرة غير جماعات الاخوان طبعا يعني اغلب اغلب العمليات اللي بتتم في السينة وفي القاهرة او في المحافظات يعني مدعومة من قطر حتى حتى اقول لحضرتك يعني حتى داعش نفسها دي هناك الداعش الاصلية هناك ما يؤكد على ان هناك دعم الداعش الموجودة اصلا في سوريا بتدعم النصرة والنصرة من داعش الله ينور فهناك اثباتات بس احنا بيكمل التوصيق للملف لانه لازم يبقى عندنا وصائق قاطعة يعني عندنا معلومات لحد الان لكن لها لسه في وصائق قاطعة بنجبها بقى من العراق ومن سوريا بالاضافة للالاقة طبعا مع داعش العراق هل قطر دفعت مليار دولار تقريبا لداعش عشان تخلي يعني لو اذكر الجندي قتل الخمسة وعشرين جندي المصري التسجيل اللي لدينا الوقتي هو انه المتحول له اموال من من سوريا وقال له تحط اليفطة بتاعت تنظيم الدولة الاسلامية وراك وانت بتعلن مباعتك للامير وبالتالي يعني من اول عملية الخمسة وعشر جندي سات 2013 لغاية دلوقتي كلها تنظيم يا اما داعش يا اما حسم يا اما العقاب السور انت محتاج طبعا توكيلات من الناس اه طبعا عندك توكيلات من عند عدد من توكيلات وفي دلوقتي شغالين في سينة عندنا يعني عضوية المنظمة شغالة هناك والدكتور صراح السلام برضو عضو المجلس قوم الحقوق إنسان من سيناء بنجمع توكيلات من اهالي سيناء كلمنا الاخوة في الكنيسة عشان الاقباط لان دا مهم جدا طبعا جدا ليه بتعتبروا اللي ما حدث ضد الكنائس وضد الاقباط جرائم ضد الانسانية في القانون في الاتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الانسانية في التطهير العرق الكل أو جزء وبالتالي دا بيرتبط بانه يكون بسبب العرق أو الدين أو اللغة أو ثقافة المسيحيين باعتبرهم مسيحيين ومحاولة تطهيرهم من سيناء واستهداف في المعابد بتاعتهم فده دي دي الشق الأساسي والجوهري اللي نقدر نروح به المحكمة الجنائية الدولية طيب انا بس عايز اقول انه على واب ساعد على صفحة المنظمة المصرية لحقوق الانسان ده ده البيان او يعني ده النموذج اللي الناس تملايا او ساس حافظ ده النموذج ويتعب البناء عليه التوكيل باسم حافظ السيد محمد اللي هو حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية ده يا جماعة النموذج لكل ضحايا الارهاب لكل من لدي في اسرتي ضحية الارهاب سواء جيش شرطة مواطنين مسيحيين بعد الوضع الكناز انا عندي هنا الملازم الشهيد الملازم مصطفى يحيا كامل كامل ده هل استأذنته القوات المسلحة للناس برضو البزات في القوات المسلحة وكده لا هو ده والد الشهيد ده والد الشهيد انما لا ما ده طيب يعني اظن انه اهالي الشهد سواء من القوات المسلحة او من الشرطة او من المواطنين العاديين برضو لو يعملوا التوكيل ده ده توكيل علشان بنحاول ومجاني بدون اي مقابل لا يدفع احد اي مقابل لنا لغاية ما نقدر احنا مع الدولة مع المجتمع الدولي نقدر نجيب التعودة لي المسار اللي انت بتطلبه ده عايز فلوس كتير جدا وعايز مكاتب دولية عشان تكمل تكمل هذا الطريق من سيمول هذا المسار والله احنا غد الوقت محتاجناش لكن لما هنروح لمكتب دولي هنحتاج حد كزا فشركاءنا في المنظمة المفوضية العربية الفيدرالي العربية لحو الانسان ايضا بيساعد يعني لما تعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع حارك بتقولي معاك الشريك لا ده احنا اه طبعا لست الدكتور احمد بن سان الهملي شريك معانا بيتبره رئيس الفيدرالي العربية حو الانسان وبعتين مذكرة دي نفسها لوزير خارجية الامارات لشيخ عبدالله بن زايد بالتأكيد دولة ايه يعني احنا يمكن مصر ما تقدرش تتمول بشكل كبير لكن اكيد الامارات تستطيع انها تمول هذا الامر ده مهم جدا ده مطلوب جدا عشان نقدر نكمل في المصاري الدولي واللجوء الى المحاكم الدولي حاجة تانية عشان البعد السياسة حيبتكلم فيه لازم نروح بهذا الملف اللي لابنة حول انسان لازم نروح فيه البرلمان الاوروبي لازم يعني لازم عندنا تور كده سياسي عند المسؤولين السياسيين عشان نضحهم أمام مسؤولياتهم انتوا ده ارهاب وانتوا ملتزمين بقراءات دولية ونحتاج الى موقف مجتمع دولي مع هؤلاء الناس اللي ضحهم اذا امرين يعني نتمنى من كل اهالي الشهداء اللي يعني من وقت من ايه 2013 2013 من 2013 كل من سقط في بيته شهيد ان هو يدخل على الويب سايت اذا كان مقتنعا بالقضية احنا بنحاول نجيب انا عارف ان الناس اللي بتروح او يعني اي واحد بيروح ما فيش تعويضات الدنيا ترجعوا لكن في النهاية نحن نحاول ان نجعل من قام بالجريمة يدفع الثمن ده طريق طويل وخد في لاكربي ايه سنين خد حوالي سبع سنين سبع سنين ده في لاكربي ده طريق طويل ولكن طريق يستحق العناء ويستحق ان احنا نبدأ هذا الطريق واحد لكي يعني عن طريق طرق قانونية اخرى غير طرق الدول الاربع المقاطعة لقطر ان احنا نقدر ان احنا نوقف دعم الارهاب اتنين ان احنا ندفع قطر تمن جريمتها صحيح احنا عملين نتكلم كتير جدا وجزء من الشروط هو التعويضات ولكن الان نستطيع ان احنا على القل نحاول ونبدأ هذا الطريق التاني الامر التاني ان الدول العربية تدعم هذا الامر يعني محتاجين دعم سياسي صحيح صحيح لان احنا نتحرك على مستوى الدولي ونحتاج نروح نقابل جهات وعايزين وزراء الخارجية يشتغلوا معنا في القرارات اللي مطلوبة من مجلس الامن ومطلوب من قابل الممسيلي دول اخرى عشان يدعموا القرارات اللي طالعا من مجلس الامن او على الاقل يبقى فيه موقف اخلاقي احنا بنلزمهم به حقوقي ومهوش دولة احنا مش دولة ومش تابعة دولة ولم نتحرك باي اوامر من اي دولة احنا نتحرك لانه احنا بندافع عن المواطن المصري ايا كان في تعذيب او في قبض او اعتقال طيب في حق الحياة بقى اللي يموت الشهداء ويسقطوا لكيف لا نتحرك ولدفع عنهم فدي نقطة في الحياة اخلاقية وحقوقية بالاساس انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حافظ ابو سعد رئيس منظمة مصر الحقوق الانسان وعضو مجلس قم الحقوق الانسان واتمنى فعلا لكم التوفيق ولكن هذا التوفيق لا يأتي فقط بالدعاء يأتي بتوكيلات من الناس عشان يقدروا ان هما ياخدوا قضيتكم لمرحلة ابعد يأتي بدعم سياسي من الدولة مصر والامارات والدول الاخرى وليبيا طبعا ويأتي يعني بمحاولات تمويل محتاجين تمويل واظن انه يعني يمكن دولة الامارات تساهم في هذا التمويل بشكرك شكرا جزيلا ونخرج فاصل وبعد الفاصل الشهبان وفرح ديبة